هل تغيرت إيران فعلاً أم أنه تغيير في اللهجة فقط؟ الإجابة صعبة لكن لابد من المقارنة بين إيران التي رأسها محمود أحمد نجاد وبين إيران التي يرأسها اليوم حسن روحاني ففي حين كان أحمد نجاد يريد محوى إسرائيل عن الخارطة ههو روحاني يغازلها باعتراف شبه رسمي بالهولوكوست وبإسرائيل كدولة شرعية أي جريمة في التاريخ ضد أحد وخصوصاً جريمة نازية ضد اليهود وغير اليهود مدانة لا وليس تغيير في اللهجة وليس تغيير تكتيكي هناك مناخ جديد في إيران روحاني كان نجم الأمم المتحدة بلا منازع في الأيام الأخيرة وفي اليوم التالي لكلامه عن الهولوكوست أكد الرغبة في التفاوض حول برنامج بلاده النووي وفي أن يقفل الملف خلال ستة أشهر كحد أقصى وهو كتب مقالاً في الواشنطن بوست أكد أن زمن العدوات الدموية قد انتهى وطالب بعالم جديد أكثر سلاماً حتى بدأ كحمامة سلام بدل السقر الإيراني أحمد نجاد واحد من مفاتيح اهتمامنا هو الاستقرار في المنطقة وإذا استقرت المنطقة نستقر كلنا لكن في نفس الوقت هناك شروط بمدى استجابة الطرف الآخر للحوار بمعنى أن إيران لا تريد الحوار بأي ثمن هل تغيرت إيران فعلاً؟ أم أنه تغيير في اللهجة فقط؟ الإجابة صعبة ترجمة نانسي قنقر